المعتقد القائم على تفجير واستعمال النار لا يسعه إلا أن يكون معتقدا وحشيا يزف القسوة إلى هذا الوجود ويهب الأجيال الإنسانية دهورا من الرعب هكذا قال أحد الفلاسفة البريطانيين ذات يوم ويبدو أن هذه المقولة أصبحت تنطبق على الواقع اليمني بعد سلسلة التفجيرات التي انتهجتها الجماعة العنيفة ضد خصومها منها الحوثية التي لا تكات تقف يوما دون تفجير منزل أو معلم تاريخي ليكون آخر منزل تم تفجيره في محافظة البيضاء إذ ذكرت مصادر محلية أن الجماعة الإنقلابية فجرت منزل القيادي في المقاومة صالح البراشي يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قيام جماعات متطرفة أخرى بتفجير مسجد في تعز يعود إلى القرن السادس عشر ويضم مقاما لأحد أئمة الصوفية عبدالهادي السودي وما تزال استراتيجية تفجير المنازل والمعالم التاريخية تلاقي استهجانا مجتمعيا وسياسيا واسعا بوصفها كارثية على المواطنين في المقام الأول ومن ثم على الإرث الثقافي تفجير المنازل وكذا كل ما يتعلق بالخصوم من مورثات ومعتقدات يعد تقليدا راسخا من تقاليد قروب الجماعة المتشددة لتكون لميليشيا الحوثي ومن بعدها الجماعات العنيفة الأخرى النصيب الأكبر في إعادة الكثير من تلك التقاليد